هو الانقلاب الذي حدث في الدولة الفاطمية وقيام أحد الحكام بإعلان المذهب الاثنى عشري والحكم باسم الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري قلنا بعد وفاة الآمر تولى سلطة الخلافة ابن عمه عبد المجيد ابن محمد ابن المستنصر أكبر أفراد أسرة الفاطمية سنًا وما موجود هذا الطفل الرضيع الطيب ولكن السلطة الفعلية كانت في أيدي هزار مرد واحد اسمه هزار مرد وبرغش وهما من المحضيين عند الانر مثل ما معليك كان يعني بينما كان عبد المجيد حاكماً اسمياً فقط ولم يعد يعرف عن مصير الطيب شيء ثم أطاح أحمد بن الأفضل إجفت وزير بهذا الفترة وزير إسماعيلي اسمه أحمد بن الأفضل المعروف بكتيفة الوزير أو كتيفة الوزير أطاحها بعبد المجيد هذا الحافظ يعني وأودعه سجن انقلب عليه وقالنا أنت ضعيف وأنت مو إمام أصلاً والإمامة ضاعت الإسماعيلية فقام أتقل الخليفة الإمام وذبب السجن ثم أعلنت تنحية الأسرة الفاطمية عن الحكم وأقام سلطة الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري الإمام الثاني عشر للشيعة الاثنين عشرية اللي كان مختفي منذ سنة مئتين وستين يعني هذا صار فيه وراء مئتين سنة تقريباً أو أكثر حوالي ثلاثمائة سنة وكان كتيفة شيعياً إمامياً فحكم بصفة ديكتاتورية ولم يكن مسؤولاً أمام أحدهم لا من حيث النظرية ولا من الممارسة والتطبيق ما هو حاكم وطلق صار باسم الإمام مثلاً عشر لغائب مثل ما الآن بعض الناس حركات تجي وكما تقوم ولكحنا نواب هذا الإمام هذا دعا أنه أنا أجعلها قوي هذا الإمام وأصدر كتيفة نقوداً في مصر خلال عام 525 و526 أصدر نقود هو حاكم نقش عليها اسمين هما الإمام من وجه العملة الإمام محمد أبو القاسم المنتظر لأمر الله والوجه الثاني الإمام المهدي القائم بأمر الله بينما سمى هو نفسه في بعضها نائباً للإمام المستور وخليفته وكانت هذه التطورات تنبئ بالطبع أن تبني الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ديناً للدولة في الدولة الفاطمية بدلاً من الإسماعيلية كما يقول فرهاد دفتري في صفحة 429 من كتابه الإسماعيلين وبعد عام أطيح بكتيفة في انقلاب عسكري وقتل وأعيد عبد المجيد إلى السلطة من السجين ثم نودي به خليفة وإماماً وتلقب به الحافظ لدين الله ترجمة نانسي قنقر